معانا أخت سائلة بتقول والدي كان واخد فلوس كانت معاه من فلوس العيلة زي صندوق زمالة يعني هم عاملين صندوق في العيلة بيجمعوا فيه وهو اللي ماسك الصندوق فبتقول اللي محتاج حاجة في العيلة بياخد من الصندوق ده وهو والدها قال بدل ما استلف من حد غريب هاخدهم وأبقى أرجحهم للصندوق مرة تانية وبعدين اتزنق في زواج أولاده مقدرش يرجحهم دلوقتي ودلوقتي هو مش معاه فلوس ولا أملاك وإحنا أولاده عايزين نسدد عنه وندفع الفلوس بقيمتها وقتها فهل ندفع الفلوس بقيمتها وقتها ولا بفوائد كأنها يعني كانت في بنك أو في مكتب البريد الأصل في السناديق العائلية أو الشبه فيها إنها من أبواب أو لون من ألوان التكافل والتعاون على البر والتق هي طبعا جائزة شرعا لأنها زي ما قلنا الناس بتقف جنب بعضها من غير استغلال لظروف بعض لكن اللي بيتولى الإشراف على الصندوق ده كان يعني ينبغي إنه ما يجي يتصرف فيها أو في قدر من هذا المال على الغرض أو القصد يعني من أجله أنشئ هذا الصندوق على أساس إنه أفراد العائلة وقفين جنب بعضه وبيحطوا في الصندوق اللي محتاج بياخد فكان إذا أخذ منها المشرف عليها قدر من المال اللي هو محتاج وعلى سبيل السلف كان يجب إنه هو يستأذن أو يعلم المشتركين فيها بهذا الأمر عشان إن يكون الأمر بعلمهم وبإذنهم وإنه الإنسان الموت ليس منه ببعيد فالإنسان ما ياخدش حاجة وتحصل حاجة وما يبقى شقال ويبقى أخذ شيء ليس من حقي أو مخالف للاتفاق الذي من أجله أنشئ هذا الصندوق طيب بالنسبة بقى إحنا أخذنا من الصندوق ده اللي معمول في العيلة اللي بيسلف الناس كلها أو أفراد العائلة أما نيجي نرجع بنرجع إزاي رد ما تم أخذه من هذا الصندوق المقرر شرعا إنه بيجب الوفاء بالدين بمثله يعني زيه بالضبط يعني بنافي بالدين بمثله قدرا وصفة يعني إيه قدرا وصفة يعني زي الفلوس اللي إحنا هناخدها دي اللي هي اللي بنسميها البانكنود ده اللي هي السندات الورقية دي فهي من الأموال المثلية ولما نيجي نرجحها نرجحها زيها بمثلها بالضبط مدام إنه التعامل بيها مازال موجود مازال الناس بتستعمل العملة دي ولم ينقطع استعمالها وما فيش عند الرد ما بنبصش على فتكرة قيمتها الشرائية قويت أو ضعفت سواء غلاءا أو رخصا في سداد المديونيات مدامت صالحة للتعامل يعني هو استلف عشر تلاف من سنتين أو من ثلاث من الصندوق يرجع العشر تلاف بببصش بقى قيمتهم الشرائية وقوتهم الشرائية قدئين نهاردة بببصش هي ضعفة ولا قويت إحنا بنرجع المثل بالضبط وبناء على ما قدمناه في بداية الإجابة فإنه يجب رد الأموال اللي الوالد أخدها من الصندوق العائلة بمثلها تماما من دون أي زيادة بدون أي أرباح إلا ما كان على سبيل التبرع من حضراتكم لهذا الصندوق يعني إحنا والدنا اتزنق في خدم الصندوق وإحنا عايزين نسدد عشان ما يبقاش خد حاجة وما رجعهاش وإحنا عايزين كمان نزود في الصندوق ده برحتكم لكن الأصل إن إحنا هنرجع المديونية الدين اللي يخده بالضبط خد خمسة يرجع الخمسة خد عشرة يرجع العشرة إحنا عايزين نتبرع بشيء زيادة ده حاجة ترجع لكم إنتوا بقى عايزين تزكوا الصندوق بيها تزودوا فهذا من التبرع والتكافل ولا شيء فيه يا صاحبة السؤال ترجمة نانسي قنقر